هل جيران بعضنا اللي راهم يتحرشوا بالامن نتاعنا وبحدودنا وبخيراتنا ويوضعوا ايدهم في ايد صهاينا نقولهم احنا رانا امة انتاع خير واما انتاع سلم واما انتاع استقرار واما انتاع اخوة واما انتاع حسن جيران مناش اما انتاع معادات ومناش اما انتاع غدر ومناش اما اللي نوضع ايدنا فيد الاعداء صهاينا باش نغدره بجار من جيراننا والدليل على ذلك لو كان احنا كنا اما انتاع غدر وانتاع حرب وانتاع فتنة كان الرئيس انتاعنا وهو الان مترشح ما يجيش يوضع ما قيمته عشرين مليار دولار قريبا من منطقة حربية هذه رسالة انتاع سلام باننا امة نحوسوا على السلام نحوسوا على الرخاء نحوسوا على التنمية للامة الجزائرية ونحوسوا على الرخاء والاستقرار والامن لجيراننا سوى في موريطانيا او في المغرب ولكن اللي اعتاد علينا احنا امان تاع حرب لكن في اطار الدفاع على سيادتنا وعلى وديعة شهدائنا وعلى وحدة شعبنا وعلى وحدة الجغرافية انتاعنا الرسالة الثالثة اللي حبيت نوجهها بانه عندما ربي ان شاء الله ينتهي هذا المشروع هذا حكايا انتاعنا انتاع الغاز والبيترول وتقلبات السوق واليوم البيترول تدخل الدولة هذه وتسقطه والغاز تدخل الدولة هذه وتسقطه وترفع اسعار الغاز السخري وخاصة اننا امام انتخابات امريكية اللي يمكن احد المترشحين اذا جارح يكسر كل ما هو طاقات حفورية لصالح الغاز سخري نقول بان ذاك الوقت في تقلبات الغاز والتقلبات سوق النفط نقول بان امن على الاقل في الجانب المالي بانه في ما يمتلكه غارج بيلات بانه بيستطاع ان يكتفي الشعب الجزائري من ما يحتاجه من عملة صعبة بدل الغاز وبدل البيترول